صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الرغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ودرجة أليسونس في الحقوق ذكور وإناث والبكاليريوس في التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجمعية التي تمثل احتياجا لقطعة وزارة الداخلية رجال الشرطة وعيون لا تنام لحماية أمن الوطن واستقراره صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلب الرغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2024-2025 من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعدلها والأزهرية للعام الحالي أو الماضي بحد أدنى 65% ومن الحاصلين على لسانس الحقوق ذكور وإناث وبكاليريوس التربية الرياضية إناس بحد أدنى تقدير مقبول أعلن ذلك مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة خلال مؤتمر صحفي عقد بالأكاديمية تم خلاله أيضا الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريج الجامعات في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لوزارة الداخلية بتقدير جيد ومن بينها أقسام قليات الاقتصاد والعلوم السياسية وكذا تم الإعلان عن مواعيد التقديم لكل مواهل الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة السنوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة السنوية الأزهرية الشهادة السنوية من الخارج الدبلومات الأجنبية مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستم للعام الدراسي 2023 الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناس بكاليريوس التربية الرياضية إناس للعام الدراسي 2023 الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكاليريوس لسانس ماجستير دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجاتا لقطاعات الوزارة للعام الدراسي 2023 وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين 2023-2022 تبدأ إجراءات للتحاق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21-7-2024 حتى يوم الخميس الموافق 15-8-2024 ولمدة 26 يوما الحاصلون على شهادة اتمام الدراسة السانوية العام أو ما يعادلها أو شهادة اتمام دراسة السانوية الأزهرية لهذا العام 2024 وطلبت الدور الثاني الحاصلون على شهادة السانوية من الخارج الدبلومات الأجنبية مدارس المتفوقين في العلوم وللتكنولوجيا ستم لهذا العام 2024 تبدأ إجراءات للتحاق اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1-8-2024 وحتى يوم الخميس الموافق 29-8-2024 ولمدة 29 يوم الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق زكور ويناس باكالريوس التربية الرياضية ايناس لهذا العام 2024 الحاصلون على المؤهلات الجمعية باكالريوس الليسانس ماجستير دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة لهذا العام 2024 وتبدأ إجراءات التقدم اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1-8-2024 وحتى يوم الخميس الموافق 12-9-24 ولمدة 43 يوم يتم التقديم واعلان النتائج من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت والذي يتضمن كافة ضوابط ومعايير القبول والمؤهلات والتخصصات المطلوبة وسط تيسيرات تقدمها الأكاديمية للمتقدمين يكون التقديم للاتحاق وكذا متابعة نتائج الاختبارات من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت بالنسبة لجميع المتقدمين وذلك تيسيرا على الطلبة والأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة الصفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة قامت الكلية ولأول مرة هذا العام بتحويل وثيقة التعارف الخاصة بالطلب المتقدمين من وثيقة خطية إلى وثيقة إلكترونية يقوم الطالب المتقدم بملء بياناتها عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت يخضع الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة لاختبارات بدنية وثقافية وصحية ورياضية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بهذا الصرح المتميز الذي يعد مصنعا للأبطال تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة من حملة مؤهلات الثانوية العامة وما يعادلها والأزهارية والتخصصات الجامعية التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية حيث يتصابك الآلاف من الطلاب للتحاق بهذا الصرح الأمني العلمي التدريبي المتميز الذي يحدث على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين لحمل رسالة الأمن السامية عبداللبركات التلفزيون المصرية